السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 13 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 3.29 دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحود القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لساعة 54 دقيقة من مساء اليوم الجمعة اللي هو موعد بث الحلقة بعدها بده ينتقل لمنزلة سعد الأخبية يعني لغاية ظهر تقريبا يوم السبت القمر موجود في منزلة سعد الأخبية اللي هي للحماية والضرر والضفر والعقد رح يظل فيها لغاية الساعة وحدة و 47 دقيقة بعد الظهر ظهر السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر الآن بما أنه موجود في برج الدلو معناته اليوم منشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها وتوطيدها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة من ميل لأشخاص أو للتقارب مع أشخاص من حولنا برضو من ميل للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تقوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو مثلا برضو جيد هذا اليوم لشراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش التخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن هتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا أطول خلو مسار خلال هاي الفترة الساعة 59 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت رح يبدأ عنا خلو المسار لطويل نسبيا لأنه بيبدأ زي ما حكينا تقريبا عشرة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 3.29 دقيقة من صباح يوم الأحد لينتهي خلو المسار وينتهي اتقل القمر لبرج الحود هذا بيعني انه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن عمليات صغرى أو مراجعة الطبيب أو جراء فحوصات وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي في هاي الأعضاء الراجعة الطبيب اللي هي بطة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يعني ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن ما بفضلها أنها تكون في فترة خلو المسار لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا عن خلو المسار ذكرناه أنه رح يكون طويل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد وعمره يومين في تمام الساعة 6 و25 دقيقة صباحا بصغير ثلاث أيام نسبة الإضاءة 9% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة الآن بنسبة 60% ورح تضل طيلة اليوم على نفس النسبة القمر في الدلو حتى يوم 14-1 سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الفجر منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينكم بين أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إش أنه اليوم ما تبقى وحيد حاول أنك تستغل علاقاتك الاجتماعية لأنه في من خلال علاقاتك منفعة كبيرة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثورة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني فترة فيها شوية صعوبة برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك حاول إنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعد بالنسبة لما أوليد برج السرطان اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الأجواء مناسبة لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجد تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرع أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الفترة الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بسيطر التعب عليكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط اعمل بشكل روتيني نظم أمورك وضاعف مجهودك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء